طيب بمناسبة الناشئين والقيد لأنه الحقيقة النهاردة باشمانس واحد من الزمل الصحفين كلمني قال لي فيه حاجة بتتطبخ ايه؟ اتحاد الكرة هيغير شرط الاستبدال قلت له لا مستحيل لأنه الحقيقة مجلس إدارة اللجنة الخماسية اللي بتدير اتحاد الكرة من الأول قالت هنحط جدول وهنحترمه هنحط شروط مسابقة وهتطبق على كل الناس الكبير والصغير وأظن أنا واثق أنه هم بقدر المستطاع مش هيحيدوا عنها صحيح أنه فيه تعديلات في بعض المواعيد في ملعب المباريات أو أماكنها أو مواعيدها ما كانوش مسؤولين عنها في دواعة الظروف العامة ممكن تفرض ده تفهمنا ده لكن عايز تقول لي أنك هتغير في الاستبدال في نص الموسم عايز تقول لي أنت قلت في شروط المسابقة كل نادي يحقق له استبدال خمس لعبين طيب دي شروط المسابقة هو بالنص على خمسة بحد أقصى خمس لعبين أوكي هل أنت دلوقت النادي الآلي استهلك من الخمسة تلاتة يعني ما عندوش فرصة استبدال إلا اتنين نادي الزمالك أعتقد استهلك أربعة فعنده فرصة استبدال واحد فيه أندية استهلكة العدد الخمسة كله هل من المنطق ومن العدل أن أنت تيجي دلوقتي تفتحها عشان ترضي نادي بعينه أو عشان ترضخ لأي ضغوط حتى يا سيد زبريب بس أنا حسدي لك كل الحجج اللي حدثت ما كان بيحصل قبل كده ما إحنا عايزين بقى نحط نظام واتفقنا لأنه قابل الضبط لأنه لو اللجنة الخمسية هتعمل اللي كان بيفعله الآخرون ما يمشيش بقى الآخرون جايين ليه لا وجهود تانين مشوا ليه بقى الضبط طب التانين ما هو الفائدة التي عادت من جراء هذه السياسة على الكرة المصرية ما فيش فإحنا بنغير وتوسمنا من كلامهم أننا حنتمسك بالنظام زي ما أنت أقول قد أتفهم أن ظروف أمنية قد تجبر على بعض التعديلات في الجدول هناما في الشروط المسابقة لا يمكن إدامنا حيبقى له رأيي في عدد الاستبدال أو اللي ستا 25 أو 30 أو كلام ده يعني النهاردة قدينا بديتكلم 28 أكتوبر لأنه اللعب لو اتعملها هتعمل في يناير خليكوا فاكرين من 28 أكتوبر بنقولها لو تلعب دادا ما يبقاش استبدال يبقى استهبال وما تبقاش دي لجنة إصلاحية لأوضاع الكرة المصرية أو جاية تسير لكرة المصرية نحو الأمور حتى لو يستفيد من هذا النادي الأهل حتى لو المستفيد النادي الأهل عايزة شوف نظام خلينا نجرب بالضبط خلينا نجرب أن نحن نفرض النظام على الأهل وعلى الزمالك وعلى كل الناس والله إحنا بنتكلم ولا نعلم هي مصلحة الأهل فين لكنه هدفنا الحقيقي والسليم والمباشر فرض النظام يا عم افرض النظام على النادي الأهل نفسه افرض النظام على الاهل وعلى الزمالك وعلى المقصة وعلى دجلة وعلى الكون وثبته مش بس فرضه وثبت ده وخلي الجميع يحترم هذا النظام وإلا يبقى احمد زي الحاج احمد يبقى هنا بوريدة واللزينة معه مشوا ليه ماهو كانوا بيعملوا كده تحت ضغط سين أو صاد أو عين أو دال أو حتى لو الاهلي اللي يكن بس قام الأوان ان احنا فعلا لما نحط المسابقة ونعلن شروطها نحترمها لكن هنبدأ نشتغل وفي نص الموسم ابدأ اتلقى بعض الخطابات وافتح الباب انه جات لأغلبية الاندية ما هي برضو التخريجة هتمشي كده اغلبية الاندية عايز اتغير لا اغلبية الاندية لا يجب انها تتدخل حتى لو كلهم لا لو 17 نادي يبقى مصلحة 17 نادي 17 نادي يقولوا مصلحة او رأيهم قبل الموسم انا بتكلم ايه هنفترض انه حيقولك الاندية لكن ايه الاغلبية لا ليه الاغلبية لا لانها لن تحقق العدالة الاقلية هتتظلم انت بتحط انت بتحط نظام ايوه انا مش براضي حد دلوقتي طب انا اقولك حاجة الكل مش الاغلبية على رأيك الكل مش عايزين النظام افرضوا علي اعلمني ان احترم النظام بالضبط اجبرني ان انا من اول سنة بقى مسد انما ان كل الاندية بتاخد الشروط المسابقة باستخفاف ايوه ما حنقدر نغيره متأكدين انه حيقدروا بالضغط يغيروه لدرجة انه بنوع كتير في كل موسم تقريبا الناس نتكلم ما فيه بوط ولا ما فيش بوط هو ده كلام شوفها يبقى فعلا ده استهبال مش استبدال ومن 28 اكتوبر بنقولها لكم لو ده حصل واللعبة عمل يبقى بنهرج واسيبكم الحتة المصلحة العامة فين المصلحة العامة هي في فرض النظام بالضبط المصلحة العامة في احترام النظام اللي بدأت ديه المسابقة المصلحة العامة في ان انا اجبر الجميع ان هو يرضخ للنظام اللي انا بدأت بيه لكن حتى لو الثمنتاشر نادي بعتولي وقلولي مصلحتنا كذا لا مصلحتك يا حبيبي كنت تقولها قبل الموسم ما يبدأ اما وان الموسم تلعب وحينتصف كمان ده للناس اللي عايزة تحترم قراراتها لاي شرط مش شرط الاستبدال اي شرط من شرط المسابقة ما يبقاش ده مطروح حتى للتفكير انا عندي ثقة الحقيقة في الاستاذ عامر الجنيني وعندي ثقة كبيرة في انه عنده رغبة فعلا في الاصلاح لكن مع كل مناسبة ومع كل محاك بيكون الاختبار فنتحن نحن اذا كانت الضرورة القصوى في دواعة الظروف العامة هي اللي فرضت مشكلة التعدلات في الجدول المرة دي شرط المسابقة ده فرض على الجميع وعلى الاهل قبل غيره فارجو واتمنى انه ما يتمش اي تلعب ده يا الزملاء العزاء في اللجنة الخماسية كلهم الناس المحترمة اللي من جواهم عايزين يعملوا حاجة وفي منهم شباب في منطه النقاء انا متأكد وهم الخامسة احسن من بعض خلاص اي اذا ما تعرضتوا لضغوط فلتعلموا ان الرأي العام كله معاكم اعملوا النظام وشوفوا حجم المسانده اللي تحدى حياخته من الرأي العام والاحترام قبل المسانده الاحترام قبل المسانده